اهلا بكم من جديد حالة من الذعر تفشت بين الاهالي في مدينة درع السورية نتيجة الانفلات الامني في اعقاب سلسلة من الكماء نفذها مجهولون يعتقدوا بانتمائهم الى تنظيم داعش بعد عودة نشاط افراده في الياف محاذية للبادية جنوبا وعلى مدى ثلاثة ايام لم تهدأ الانفجارات على الطرق والاوتستراد الواصل الى المدينة الجنوبية مستهدفة دوريات للشرطة وجنودا من القوات الحكومية فلماذا عاد شبح الحرب يخيم على درعا؟ وما اسباب استمرار وجود الجماعات المسلحة في المدينة؟ وهل تستطيع القوات السورية فرض الامن هناك؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع ضيفينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب ومن دمشق الكاتب والباحث السياسي السيد غسان يوسف اهلا بكم معنا عبر شاشة الغد في هذه الحلقة ابدأ معك سيادة العميد ملاعب هل شبح الحرب يهدد درعا مجددا؟ بالعودة الى كيفية انتهاء الاحداث في درعا لم يكن هذا الجرح يلتأم بشكل صحيح وكان حصل ضغط من القوات الروسية في حل المواضيع ما بين القوى الانتفاضة التي بدأت من هذا المكان من درعا وبالتالي كان يعني الدخول القوى السورية النظامية لم تكن فقط قوى نظامية مرحب بها لانها استقدمت معها قوات ميليشيات ايرانية وبالتالي الانفجار الاخير الذي حصل على موقع لجماعة الكسم والتي تتبع للقائد مصطفى المسالمة هذه الجماعة هي تتبع الامن العسكري يعني هي جماعة ينظر اليها الناس انها ميليشيا وليست قوى نظامية وما يمارس في درعا من اعتقالات ومن التفتيش عن مجندين هاربي من الخدمة او لا عليهم يعني دخولهم للخدمة الاجبارية هو من قبل هؤلاء يعني مستنكر من قبل الاهالي وبالتالي هناك حالة اجتماعية من عدم الثقة بالقوات الحكومية هذه القصة ممكن ان يستغل هذا الوضع ممكن ان يستغله تنظيم جاهز ويعمل كالسمكة في الصحراء هو تنظيم الدولة الاسلامية الذي لم تتحل جثته وصحيح انه انتهى لم يعد لديه حاضرة معينة ولكن جثته لم تتحلل بعد وما زال ينتظر من يحرك؟ نعم تمام ووضحت الفكرة في هذا الجانب سنتحدث عنها بنوع من التفصيل ولكن دعني اذهب الى سيد يوسف فيما ذكرت سيد يوسف هل الاغتيالات في درعا وهذا التطور على صعيد امني يمكن القول ان الحرب من الجميع على الجميع لا احد يعرف من يقتل من ولمصلحة من؟ تحياتي لك أستاذ حازم ولمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم طبعا تعرف انت وضع درعا في عام 2018 كان هناك مصالحة وكان هناك ما يقال هناك كانت منطقة حفظ التصعيد ثم انتخلت الى المصالحة برعاية روسية ايضا يعني كان هناك موافقة من الولايات المتحدة والاردن ولكن الطرف الاهم الذي كان هناك هو اسرائيل يعني وتعرف هذه المطقة حدودية ولازلنا نتذكر يعني بان ناتنياهو نفسه قام بزيارة الجرحة في المشافي الاسرائيلية العامل الاسرائيلي موجود هناك طبعا يعني التهم جاهزة بان القوات السورية ستتعامل مع ايران وان هناك قوات ايرانية لا الموضوع اكبر من ذلك بكثير انا اقول لك يعني في قاعدة التنف تم تغيير ما يسمي مغاوير السورة الى ما يسمى جيش سوريا الحرة وهذا يعني هذه الميليشيا وهذا الذي سمي جيش اوكل به او انط به يعني الهجوم على الجيش السوري في كل من درعا والسويدا والقنيطرا ولاحظ بان العمليات تصاعدت منذ الصيف يعني منذ اعلان يعني قاعدة التنف في ان تغيير مغاوير السورة الى وتسليم ما يسمي المريض القاسم هذه الميليشيا ولاحظنا يعني ان هناك ارتباط واضح ما بين داعش وما بين قاعدة التنف وكشف يعني التلفزيون السوري والقوات الروسية الكثير من العمليات التي قامت بتنفيذها داعش في التعاون مع مغاوير السورة على الرغم يعني انهم يقولون بان مغاوير السورة هي التي تحارب داعش ولكن لا انا اقول لك بان يعني الحقيقة هي ان الولايات المتحدة واسرائيل لا تريد للمنطقة الجنوبية ان تستقر يعني حتى احداث السويدة لم تكن بعيدة عن الاياذي الاسرائيلية في تلك المنطقة ولذلك اليوم يعني هم اعتقد لانه يعني الهدف هو عدم وجود استقرار في هذه المنطقة لاشغال الدولة السورية عن تحرير باقي الاراضي في الجنوب واضح وايضا يعني التشويش على المصالحة مع التركيز ابقى معنا سيد يوسف سيد ملاعب اعود لك فيما ذكره السيد يوسف داعش وما يعرف بمغاوير الثورة هما من ينفذان هذه الهجمات في هذه المرحلة ما طبيعة منطقة الجنوب السوري وهل هذه المنطقة مهيئة لتصاعد اعمال العنف فيها مع دخول اسرائيل على الخط؟ طبعا اوافق ضيفك من دمشق على ما قاله من تناغم او حتى تخطيط امريكي اسرائيلي وتنسيق مباشر مع تلك الجماعات لان هذا المكان تحديدا هو عقدة طرق هامة جدا ما بين الاردن واسرائيل وسوريا وبالتالي لا يمكن تركه بمستقرا بالتالي قيام احداث عسكرية وامنية هناك هو مخطط طويل الامد وليس قريب يعني منذ الصيف الماضي نعم هناك حركات من داخل التنف وحتى تنسيق مع ممكن حتى ولا كان غير ظاهر لدينا ولكن كخبراء عسكريين نرى ان هناك تنسيق لاشعال هذه المنطقة لتبقى مشتعلة ولكن ليس فقط هذا العامل يعني اليوم نرى ان تركيا تهدد دائما بعملية امنية 30 كم على كامل حدودها خسد كذلك لم تستجب لمطالب الحكومة السورية للتنسيق ولإحلال القوى النظامية السورية على الحدود مع تركيا اليوم يعني كل الامور في تركيا هناك انسحاب كثير من العسكر الروسي والاس 300 وبعض الاليات الدفاع الجوي من سوريا احتاجتها روسيا في حربها باوكرانيا هناك من يعبث بامن سوريا ليس فقط في الجنوب كذلك في الشمال وفي الشرق اذا ما تمكن وهذا يخدم العدو الاسرائيلي ويخدم السياسة الامريكية في ماذا يخدمهم سيد ملاعب؟ يخدمهم بابقاء الوضع متفجر بازعاج ايران في سوريا لان شاهدنا ان ايران عندما ساعدت روسيا في مسيراتها وكانت هذه المسيرات لها فعل قوي في معارك الروس باوكرانيا يعني هناك تضييق على ايران سواء في داخل ايران سواء على تواجد ايران بسوريا لذلك هناك تنسيق قوي مع ذهب وزير الدفاع السوري الى ايران لاعادة التنسيق في هذا الموضوع وكذلك ايران وضعت مضادات الدفاع جوي في سوريا للمزيد من حماية سماء سوريا مستقبلا هناك صراع ما بين الروس والايرانيين من جهة والاسرائيلي والامريكي من جهة اخرى هذا الصراع على الارض السورية سيد يوسف كيف تنظر الى هذه الجزئية وامام حالة الانفلات الامن في درعة هل نحن الان امام سيناريو اكتوبر الماضي تسلل فلول داعش الى هذه المدينة والعبث بمقدراتها وممارسة مجموعة كبيرة من الاغتيالات للأسف يعني عمليات الاغتيالات فعلا هي ظاهرة منذ سنتين او اكثر منذ المصالحة ب2018 حتى لا لم تهدأ عمليات الاغتيالات والأسف يعني انها تستهدف مسؤولين مدنيين وموظفين وأحيانا يعني عمليات سأد تقوم بها مجموعات ضد اناس ابرياء انا اقول لك يعني الدولة السورية تحاول ان تبسط الامن هناك مجموعات يعني مادلت مفلتة رفضت مثلا المصالحة وهي باغلبها يعني يتمتمي الى فكر القاعدة وفكر داعي وتحركها كما قلنا اياد امريكية اسرائيلية ولكن يعني الجيش السوري سيستطيع يعني ان يفرض سيطرته كما فرضها على درعاء البلد وغيرها من المناطق ولكن يعني لابد ان تتحرك يعني هذه المجموعات كلما يعني تم ضربها من جهة تظهر في جهة اخرى ولكن في النهاية الجيش السوري سيفسط سيطرته على هذه المنطقة واعتقد بان هذا لن يكون بعيدا الا تعتقد ان هناك من يريد ان يستنزف الجيش السوري في هذه المنطقة؟ اخي حازم يعني ليس هذا جديد يعني منذ بداية الاحداث لاحظنا مثلا الدعم العسكري الكبير يعني من خلال الحدوث وادخال يعني احدث القناصات مثلا واحدث الاسلحة الفردية وايضا احدث الاسلحة المتوسطة والسقيلة عبر الحدود تعرف يعني ان غرفة الموم كانت موجودة في الاردن ومن ثم غرفة الموم في تركيا وايضا يعني تم ادخال حوالي 140 الف مقاتل اجندي الى سوريا كلها دخلت عبر الحدود هو كله لاشغال الجيش السوري وحتى يعني يتعب الجيش السوري ولذلك هذا يعني هذا الامر معروف ولكن انا اقول لك يعني الجيش السوري ليس بالجيش السهل ولكن فعلا يعني خلال داعش سنة كان جاهزا للقتال والتصدي ومن ثم تحرير الاراضي بالتعاون مع الاصدقاء واليوم اذا فعلا حصلت المصالحة مع تركيا يعني لاحظنا امس كان هناك انسحاب من نقطة عسكرية جنوب طريق الانفور في ادليب يعني هي نقطة قسطون فانسحبت منها الكوات التركية واعتقد يعني ان طريق الانفور سيفتح ومن ثم قد يفتح معبر باب الهوى وتعود تدريجيا يعني الدولة السورية الى السيطرة على هذه المناطق ايضا في المنطقة الشمالية الشرقية يعني هناك محادثات ما بين الدولة السورية وما يسمى المساد وايضا هناك خوف لدى قسد من ان تنسحب الولايات المتحدة كما حدث في 2011 ولذلك الموضوع سيأخذ بعض الوقت وايضا حسب الظروف الدولية التي سنشهدها قريبا سيادة العميد انتقل لك يعني في ضوء هذا الواقع الذي نذكره في هذه الحلقة في مدينة درعة ما السبيل والاليات من اجل بسط سيطرة الجيش السوري على كامل المدينة والتحديات التي تواجه الجيش فيها مبدئيا يعني الانتشار الشرعية كجيش عربي سوري من دون الميليشيات وتجميع ميليشيات في أماكن معينة تفقد ثقة الناس المواطنين بالنظام وبجيشه هذا طريق جيد جدا ممكن ان يوصل الى نتيجة ولكن الموضوع اكبر من ذلك لان الساحة السورية هي ساحة متفجرة وبدأت احداث اوكرانيا تنعكس على الداخل السوري لان نحن نرى كيف يعامل الغرب ايران نظرا لدعمها لروسيا في كافة ساحاتها سواء كان في سوريا سواء عبر تنسيق اسرائيلي امريكي في ضرب ايران في الداخل سواء عبر كذلك قصف سيارات على معبر من العراق باتجاه سوريا يعني الموضوع اكبر من يعني ستبقى الامور غير مستقرة لصالح ما بين القوتين كما ذكرت لك ما بين القوة الايرانية السورية وبين تركيا واسرائيل وامريكا طبعا ابقى معنا سيد يوسف ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتخذ الان لحماية درعة من خطورة انزلاق الاوضاع امنيا اكثر من ذلك يعني انا اقول لك في حال تم ملاحقة الفصائل التي تقوم بهذه العمليات ومعرفة قادتها وايضا يعني من خلال تعاون الاهالي واعتقد ان هذا يعني ما يحدث يعني هناك تعزيزات في درعة وهناك اتصالات مع الاهالي وهناك يعني اتصال مع اللجنة الامنية واللجنة المنكزية للمصالحة اعتقد ان هذا يعني سيؤدي الى تخفيف حدة يعني هذه الاغتيالات وربما الانفجارات التي تحدث ضد الجيش وضد يعني من يتعاونون مع الجيش بنفس الوقت انا اقول لك ايضا يعني سيكون هناك ربما تصعيد من الجانب الامريكي ذي امور كثيرة يعني اولا الولايات المتحدة لا تريد لمنطقة الجنوب ان تهدأ ايضا اسرائيل لا تريد بهذه المنطقة ان تهدأ وهي تعتقد يعني بانها تريد ان تبعد ايران يعني من سوريا وحتى من منطقة الجنوب ودائما يعني تبتخذ هذه الزريعة وهذه الفجة ولذلك هي لن تهدأ ايضا اعتقد بان هناك عامل اخر وهو العامل الداخلي يعني لاحظنا بان الاهالي بشكل عام يتعاونون مع الدولة في الفترة الاخيرة بعد اجراء المصالحة وهم ينشدون الامن ويعرفون بان مهما كانت الميليشيات الا لا تستطيع ان تحمي المواطنين ولا تستطيع ان تحمي الافراد ولذلك هم ينشدون الدولة لذلك اعتقد بان في النهاية الكفة ستميل الى الدولة وهذا واضح يعني متقلال سيدة الله هناك من يتحدث ويقول انه يمكن نشر اللواء واحد وثمانين بالتعاون مع الجيش والقوات الروسية المتواجدة في المنطقة هل ذلك متوقعا انا اقول لك يعني بان روسيا موجودة فيها يعني دائما الى جانب الجيش السوري وهي ستتخذ القرار الافضل ولكن يعني هذا قرار عسكري لا نستطيع يعني من خلال تحليلاتنا السياسية وحتى يعني اننا لا نملك معلومات مؤكدة عن حصول مثل هذا الشيء ولكن نعم ربما سيكون ربما هذا من احد الخيارات المطروحة وقد يؤدي الى ان يكون هناك ففة لحد التوتر ولكن انا اقول لك السبب ليس بالجيش وليس بمن مع الجيش السبب هو ان هناك جهات خارجية تحرك هذه المنطقة وتعتمد على هذه المجموعات الراديكالية او المجموعات داعش والنصرة بقايا داعش والنصرة في تلك المنطقة اذا الازمة في الجهات الخارجية سيادة العميد ما توقعاتكم للمرحلة المقبلة لمدينة الدرعة لا بديل عن القوى النظامية لا بديل عن الجيش العربي السوري ولكن انا كما ذكرت لك هناك سراع دولي على سوريا ولكن هناك عامل داخلي ممكن ان يساعد في الاستقرار يعني مثلا عندما هاجمت خلايا من داعش قرى في جنوبي السويداء يعني لم نرى احتجزت قتلت كثير من الرجال واحتجزت النساء لم نرى اهتماما على المستوى الصحيح من القوى الجيش السوري وبالتالي هذا انعكس على الداخل السويداء على هذا الموضوع ونرى انتفاضة بشكل قوية في السويداء يعني هذا ممكن ان يستغل هذا الموضوع اذا لم يكن هناك تعاون ما بين الاهالي وثقة اعادة ثقة مع القوى النظامية اعتقد ان هذا الموضوع الداخلي مهم جدا للمستقبل في استعادة درعة الى حضن الدولة السورية كاملة والقضاء على هؤلاء المشاغبين الذين يستفيدون او يعلقون امال او يكونون مرتبطين بالخارج الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك وشكرا مصر ضيفنا كان معنا من دمشق الكاتب والباحث السياسي السيد غسان يوسف شكرا جزيلا لكم الى هنا انتهت هذه الحلقة برنامج وراء الحدث شكرا لكم على كرم المتابعة دوما في امان الله اشتركوا في القناة